بسم الله على بركة الله حولوا في هذا الفيديو ديروا تصحيح التمرين الأول من انتحان الوطن الموحد البكالورياء الدورة العادية دير 2004 علوم رياضية أليف وب صفي؟ التمرين الأول خاص بالحسابيات قالوا لي يكون N عددا صحا طبيعيا بيّن أنه إذا كان N عددا فرديا فإن N أستيطن CONGRU A1 موديلو ثمانية صفي؟ إذا ما سنقوم بإذن إذا كان أو نقول لي يكون N عددا فرديا يعني ما سنقوم بإذن يوجد واحد كار كي نتميل أن بحيث N ستكتب 2K plus 1 صفي؟ N ستكتب و2K plus 1 مزي إذن سأتولي عندنا 1 أسئتنال سأتولي هي 2K plus 1 كل شيء أسئتنال نحاول نشترى هذا صفي؟ نحاول نشترى سأتولي 4K أسئتنال ثأتو ثأتصال 47K ثأتصال 1 يعني إذن سنحاول نعمل هنا 4K سأتولي هنا إذا أفضل 4K سأتولي هنا K plus 1 ثأتصال 1 نحن نعلم ونعلم أن عددين متتابعين هو عدد زوجي دائما عددين متابعين مثلا 3 و 4 عددين متابعين 3 و 4 سوف يضع عدد زوجي عددين متابعين ضروري يأتيك 1 زوجي 1 فرضي 1 زوجي 1 فرضي 1 زوجي 1 فرضي حسنا لذلك هذه الجدائعة سوف يخرج عدد زوجي إذن نعلم أن جدد عددين متتابعين هو عدد زوجي ما لدينا وكا عددين متتابعين متتابعين إذن إذا كانوا عددين متتابعين إذن يوجد B يوجد ن بحيث K عامل كزائد واحد يقوم بحيث يعني هذا هو عدد زوجي ومن هو الشخص الذي لدينا ن أسئتنا الشخص الذي ساوي هي أربعة K عامل كزائد واحد سأعودها في جوجة B في جوجة B زائد واحد وهي تساوي ثمانية B زائد واحد إذن إن أسئتنا ناقص واحد ما ستساوي ثمانية B أي أن ثمانية تقسيم إن أسئتنا ناقص واحد بإبارة أخرى أن إن أسئتنا ناقص واحد رأى كونغري أزرو موديلو ثمانية إذن إن أسئتنا كونغري أعن موديلو ثمانية ومن أعن ناقص واحد هذا هو سؤال الأول سؤال الثاني قالوا أن بيين هذا هو ألف لذلك هذا هو ألف هذا السؤال الثاني هذا ليس ثانيا لذلك هذا السؤال الثاني بيين أنه بيين أنه إذا كان أن عددا زوجيا فإن أن أسئتنا أن أسئتنا ستكون كونغري أزرو موديلو ثمانية أو أن أسئتنا كونغري أربعة موديلو ثمانية إذن ما سنعرف هنا لي يكون أن عددا زوجيا لدينا إذا أردت لأن يكون هنا يوجد واحد كونغري يتم الآن بحيث ما أن ستكتب هذا جوجيا ما سنعرف هنا حالة واحد هذا هذا ما هذا عدد زوجيا ولكن هذا حتى يمكن أن يكون زوجيا يمكن أن يكون فردي لذلك سأخذ مثلا عدد فردي ك فردي سأخذ إذن ما قلنا إذا كان لدينا كفردي من السؤال الذي يريد من السؤال هذا الذي يريد سيكون لدي K أو 2 سيكون كونغري موضيل 8 و جوجيا أو 4 كونغري 4 موضيل 8 جيد سنقوم الجوداء سنقوم الجوداء سنقوم جوجيا أو 4 أهم السؤال كونغري أو 4 هي N. إذن لديه ن أس إثنان كونغري أربعة موضول ثمانية. هذا في حالة K فرضي. في حالة ذلك كزوجي ما لدينا؟ عندنا يوجد بكين تميل N بحيث K يساوي جوج B. سوف K يساوي جوج B. ومن هو N ستكون? N ستساوي هي جوج. سوف نعودها في جوج B. هي جوج B. لذلك N تساوي هي ربعة B. إذن N ستساوي لنا هي ربعة B لكل أس إثنان وهي ربعة أس جوج B أس جوج وهي 16 يعني ستساوي بس إثنان وهذه ستساوي بس إثنان وبما أن ثمانية تقسم ستساوي بس إثنان فإن ثمانية ستساوي بس إثنان أن أسئتنا إذن كونغري أربعة موضول ثمانية. سوف نعود لدينا هذه الحالات لدينا هذه الحالة هنا. يعني الثاني 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 قال لنا السؤال الثاني لتكون A و B و C ثانيا A و B و C أعداد فرضية أهل الثاني 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 الآن سأكون أعرف ما هو مربع كامل إذن سأقوم بأن هذا مربع كامل إذا تكتب لي A أس إثنان زائد B أس إثنان زائد S أس إثنان تكتب لي على هذا الشكل مثلا لا أعرف نسميه واحد M أس إثنان نسميه D أس إثنان هذا هو مربع كامل ولكن بحيث هذا كده فرضي زائد فرضي يزوجي زائد فرضي هو فرضي إذن المربع كامل للعدد فرضي هو فرضي إذن بحيث سيكون فيه D والد أس إثنان سيكون فرضي عددان فرضي هذا سنكون عارفينه إذن سنفترض نفترض ونرى الخلف نفترض أن أس إثنان زائد B أس إثنان زائد C أس إثنان مربع كامل إذن سنفترض أن يزوجي لنا واحد D كنتم الآن بحيث أن أ أس إثنان زائد B أس إثنان زائد C أس إثنان هو أس إثنان زائد C أس إثنان بحيث سيكون د أس إثنان عدد فرضي علاج لأن هذا كلهم أعدد فهذا كامل عدد فرضي لأن أقول لأن أس إثنان أس إثنان زائد B أس إثنان زائد C أس إثنان عدد فرضي وحنا لأن المثال أس إثنان زائد C أس إثنان فرضي فرضي أم إثنان زائد C أس إثنان زائد C أس إثنان فإما إثنان زائد أس إثنان سأحصل على أدد فرضي أس إثنان وإذن فإذا إذا كان عدد فرضي ما أقول لنا في السؤال بالتهاء ما لدينا؟ لدينا A و B و C أعداد فرضية أعداد فرضية بالتفقيل لدينا A و B و C أعداد فرضية إذن من خلال السؤال السابق ما سننتجه؟ من خلال السؤال من خلال السؤال ما لديه؟ إذا كان N عددا فرضيا فإن N أعداد فرضية سيكون N أعداد فرضية سيكون لدي ستكون لدي هذه النتيجة من خلال السؤال سنسميها واحد آلف ما لدينا؟ سيكون عندنا A و س إثنان كونغري أو واحد موديلو ثمنية و ما لدينا؟ و B و س إثنان كونغري أو واحد موديلو ثمنية و عندنا و س إثنان سيكون لدينا سيكون لدينا سيكون لدينا موديلو ثمنية جيدة يا نتيجة و نتيجة زيادة على هذا ما لدينا؟ لدينا دي أس إثنان كما لدينا دي أس إثنان عدد فرضي فإننا عود من خلال هذا سؤال هذا النت غيكون أن دي دي أسئتنا كونغري أو واحد موديلو ثمانية صافي كونغري أو واحد موديلو ثمانية إذن مثلا هذه نسمى نسمى هذه النتيجة واحد هذه نسمى النتيجة جوج هذه نسمى النتيجة ثلاثة إذن من واحد وجوج وثلاثة نستنتج أن شوف سąiffة ما أسئتنا أسئتنا الأسئتنا لدي كل مذهل السانية إذا سنقول أن مثلا سنقول أن ثلاثة راهة كونغري أواحد موديل ثمانية هذا الكتب هذا ما يعني يعني ثلاثة ناقيس واحد كونغري أصفر موديل ثمانية الذي ثلاثة ناقيس واحد هي جوج صفر موديل ثمانية إذا يعني ومنه هذا الكتب ومنه ثمانية تقسم جوج وهذا لا يمكن وهذا لا يمكن إذا سنعود إلى هنا هذا الفتراض الذي قدرت لا يمكن إذا أ أس إثنان زائد بأس إثنان زائد سأس إثنان ليس مربعا كاملا صفر هذا ليس مربعا كاملا ثم ثم الآخر السؤال المنبات هنا السؤال بأس يجب أن نبين أن جوج بأس 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 زائد بأس زائد بأس زائد أس رائع كاملا ثمانية صفر كاملا ثمانية وقالوا أننا لاحظ لاحظ أن أ أس بأس أس 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 إذا ما لدي لدينا إذا أريد أن نعرف هذا يعني أريد أن نحصل لدينا نحصل ما لدينا لدينا أ و و كما أعداد فرضية ثلاثة الأعداد فرضية ما أ زائد بزائد سيكون سيكون عدد فرضية عدد فرضية ما نعرف من هذا السؤال ما نعرف ما نعرف من هذا السؤال إذا كان لدي عدد فرضية إذا كان ن عدد فرضية فإن سيكون واحد موضي لثمانية ما نعرف الآن هو أ زائد كاملا موضي لثمانية موضي لثمانية موضي لثمانية عدد فرضية ن عدد فرضية إذن أن 게 من ن العدد موضي لثمانية ما نعرف كاملا ونعلم أن mbme م م م م م إذن هنجل بالله A correct 6 6 6 6 2 0 6 A ماذا ميزير وماذا هي Aزعاد Bزعاد السلكول Customs 2 مايوات بم indications فيها ناقس Aزعاد Bزعاد وماذا هو ناقس هناك هي جوج A rewarded هي جوج عامل من خلال هذه الملاحظة التي أعطونا لنا بالغرض هذه الملاحظة ستبقى بالنقص و ستبقى هنا جوج جوج عامل أب زائد أس زائد بس و ما هي واحد نقص ثلاثة؟ نقص جوج ولكن ما نطلبنا؟ ستا ما نعرفه؟ ما نعرفه؟ ستا ما نعرفه؟ نقص جوج عامل أب زائد أس زائد بس ما نعرفه؟ نقص جوج عامل أب زائد زائد أس زائد بس ليس مربعا كاملا صحيح؟ نقص جوج عامل أب زائد أس زائد بس ليس مربعا كاملا مربعا كاملا مربعا كاملا إذا لك مربعا كاملا ما سيكون لدي هنا؟ إذا مثلا يوجد يوجد واحد لا يوجد هذا ما مشكلة؟ إذا يوجد واحد نقص جوج عامل أب زائد أس زائد بس ليس مربعا كاملا حسنا ما نعرفه؟ بما أن هذا العدد كاملا عدد زوجي بما أن عدد زوجي فإن أن أس اتنا عفوا فإن الد والد أس اتنا حتى هو سيكون عدد سيكون عددين زوجيين فإن الد والد أس اتنا عددا زوجيين وإذا كانوا عددان زوجيين عددان زوجيين إذا ما قلنا في السؤال؟ إذا من خلال من خلال من خلال من خلال السؤال واحد ما قلنا؟ سيكون عددنا هنا الدأس اتنا كونغري موديل ثمانية أو الدأس اتنا سيكون كونغري أربعة موديل ثمانية لو السؤال موديل ثمانية سيكون موديل ثمانية موديل ثمانية موديل ثمانية مثلا واحد عندي ديوس اثنان كونغري الزيرو موديل ثمانية اوكي ماذا لدينا احنا من خلال السؤال السابق ماذا لدينا افعالا يحنا من خلال السؤال بسبع المهم لدينا جوج عامل AB زائد BC زائد AC سيكون عامل 8 ستفق؟ و هذا ما هي؟ هذا جوج AB زائد BC ستفق؟ هي دوس جوج ستفق؟ هي دوس إثنان إذا ستكون لدينا دوس إثنان موديل 8 ستفق؟ 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 موديل 8 ما لدينا؟ دوس إثنان موديل 8 و دوس إثنان موديل 8 إذا و بما أن نحن موديل 8 موديل 8 موديل 8 فإن ستفق؟ لدينا 6 موديل 8 موديل 8 أي يرغب آية 8 يقسم 64 وهذا لا يمكن هذا لا يمكن فالحالة هذه. أين هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية وهي أين حالة الأولى؟ أين نحن الحالة الثانية؟ ديوس 2 كونغري أربعة موديل ثمنية ديوس 2 كونغري أربعة موديل ثمانية حسناً في نفس الطريقة خلال السؤال ما لدينا لدينا جوج فاكتور AB زائد BC زائد AC موديل ثمانية إذن سوف تكون هنا 22 موديل ثمانية بما أن بما أن ما لدينا موديل ثمانية موديل ثمانية سوف تكون أربعة موديل ثمانية فإن نحن هنا موديل ثمانية موديل ثمانية أي أن أي أن ستا ناقص أربعة لها موديل ثمانية إذن جوج موديل ثمانية موديل ثمانية ومنه ستكون عندي 8 تقسم جوج 8 تقسم جوج وهذا وهذا لا يمكن وهذا لا يمكن صحيح 8 تقسم لنا جوج إذن خلاصاً لنفعله إذن حتى تصيرت نحن بأن جوج عمل AB زائد AC زائد BC مربع كامل إذن هذا ليس مربع كامل إذن جوج فاكتور AB زائد AC زائد BC ليس مربعا كاملا صحيح ونفعله آخر سؤال آخر سؤال ليس مربعا كاملا صحيح صحيح أعود بنفس الطريقة سوف نفترض 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 أن AB زائد BC زائد AC مربع كامل مربع كامل صحيح إذن يوجد د يوجد ينتعمل الآن بحيث ستكون لدي AB زائد AC زائد BC هي د وسيطنا AB زائد BC زائد AS هي د وسيطنا ولكن ما لدينا بما أن A و B و C أعداد فرضية أعداد فرضية فإن ما سيكون لدي AB أعدادين فرضية هو عدد فرضية AB و B C و C سيكون أعداد فرضية و ما نعرف جمع عددين فرضية هو عدد زوجي وجمع إذن هذا سيطنا زوجي وهذا فرضية وإذا جمعت الزوجي مع فرضية سيطنا فرضية إذن سيكون لدينا AB زائد BC زائد AS عدد فرضية و من د وس إثنان كيف سيكون عدد فرضية أي أن الدخط هو عدد فرضية و سنعجع نفس الطريقة قريبا سنعجع من خلال السؤال الأول سنعجع هذا فرضي إذن CONGRU A O2 إذن سيكون D O2 CONGRU A1 M8 باستعمال هذه القضية إذن سيكون لدينا D O2 CONGRU A1 M8 نحن 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 نعرف م نحن 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 باستعمال CONGRU او واحد موديل ثمانية صحيح؟ ولكن نضع بالي أننا نريد أن نصل إلى هذا اللقطة لكي نقود بيناتهم صحيح؟ إذن نحاول نضرب هذا في الجوج إذن جوج عمير AB زائد BC زائد AC سوف يكون جوج في واحد حاليا هي جوج موديل ثمانية حسنا؟ لكن من خلال سؤال من خلال سؤال السابق ماذا لدينا؟ لدينا جوج عمير AB زائد BC زائد AC ما لا؟ راكم ريلايج الساموديل ثمانية صحيح؟ إذن عندي جوج عمير AB زائد BC زائد AC كونغرية جوج موديل ثمانية أو تاني نفسها كونغرية موديل ثمانية إذن سوف تكون عندي 6 راها كونغرية 2 موديل ثمانية أي أن ستناقس جوج كونغرية موديل ثمانية ومنه أربعة كونغرية موديل ثمانية إذن ثمانية يقسم ثمانية يقسم أربعة وهذا لا يمكن وهذا لا يمكن إذن سيكون عندنا AB زائد بس زائد الص ليس مربعا ليس مربعا كاملا ونهاية حل ثمري